مرحبا وأهلا وسهلا بكل متابعين قناتي قناة ست البيت لكل ست بيت لمستها الخاصة ببيتها ولأنه بيتك هو مملكتك اللي بتقضي فيه معظم وقتك رح أقدم لك أفكار حلوة ومفيدة لتكوني أشطر وأسرع ست بيت فكرة اليوم ترتيب وتنظيم الستور أو المخزن إذا ما كان عندك غرفة ستور خاصة فكرة اليوم رح تساعدك كتير ورح رتب لك كيفية تطبيق الفكرة بخطوات بسيطة الخطوة الأولى هي المساحة اللي رح تطبقي فيها الفكرة فكرة الستور واختيار استاند المناسب الخطوة الثانية هي أنه نشوف الأغراض اللي عنا الخطوة الثالثة هي اختيار البوكسات البوكسات بنختارهم حسب اللون وإكسسوارات المطبخ خايدة إذا كانت الفكرة منطبقة بالمطبخ أو إذا كانت بالستور الخاصة فيكي فأنتي ممكن حسب الموجودين بالأسواق أو حسب اللون اللي بتحبي الخطوة الرابعة نلزق البطاءات أو الليبلز على البوكسات ونكتب شو الأغراض الموجودة بكل بوكس خليني أعرض لك أفكار رتبتها ببوكساتي وأنتي اختاري اللي بيناسبك بهذا البوكس رتبت أوالب الكبكيك الكرتون ببوكس تاني رتبت مماشح ومناشف التنظيف الخاصة بتنظيف المطبخ بهذا البوكس رتبت كياس النايلون هيدا البوكس خصصته للأماشات اللي بنشف فيهم والسحون والكاسات وحطيتهم طبعا يكونوا منفصلين عن أي مساحات أو مناشف تانية لحتى يكونوا نضافوا مع قمين هيدا البوكس حطيت فيه التبرويات الصغار هيدا البوكس حطيت فيه الستيكس الخشب تبعون الباربيكيو أو أي شي تزيين للبوفيهات هيدا البوكس حطيت فيه ظروف الشربة الصصات التوابل فحسب انت شو بتستخدمي اكتر يعني بالمطبخ ممكن تحملي لهم بوكس منفصل بهالبوكس رتبت كل الكياس الماكروني باستا لازانيا سباكيتي حطيتهم مع بعض وهون بهيدا البوكس رتبت أدوات الصفرة البلاستيك الخاصة بالرحلات والحفلات وهالبوكس حطيت فيه المفرمة لحتى ما تاخد مساحة بغزن المطبخ وهالبوكس خصصته لما حارم الصفرة وبالنسبة للأدوية والصيدلية اخترت بوكسات اللي فيها فواصل ورتبتهم بشكل منفصل باول بوكس رتبت الكريمات مع بعض وبوكس تاني رتبت كل شي بيتعلق بالحرارة مثل خوافة الحرارة مسكينات وميزان الحرارة وبوكس تالت حطيت كل المواد اللي منحتاجها بالاسعافات الاولية مثل البانديد الشاش معاقم الجروح والشغلات اللي بتلزمنا بالاسعافات الاولية وهالسلة المعلقة كتير حبيت فكرتها حطيت فيها مماسح الغبرة والتنظيف واستفدت من المساحة اللي خلف باب المطبخ بترتيب ادوات ومماسح تنظيف وبهالطريقة ما بيكونوا على الارض وبيضلوا رطبين شكرا لانك تابعت الفيديو وبتمنى تكون فكرتي مفيدة اليك متل ما استفدت انا منه اذا بتحبي هالنوع من الفيديوهات بتمنى تنضمي لقناتي بالضغط على سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك كل الافكار الارتيدة واذا حبيتي فكرة اليوم شجعيني بلايك لأعرف انك حبيتي واذا عندك اي سؤال كتبي ليه بالتعليقات لحتى قدر ساعدك